اشتركوا في القناة انا ان تفهمك يا انو اذا ترتاحي عند امك اكتر روح اعيشي معها يعني انتي مالك مضطرة عيشي معي ما انا جاب لك بابا شو عم تحكي انا طول عمري عم بستنىك مش عمي عمي معك شو بدي اتسألك امك شلون يعني مبسوطة هي وجوزة كتير عمي ما في منها وكانت تذكرني أحياناً، لكن الموضوع يكون إله علاء فيني كيف صار شكلها؟ بعدها نحيفة؟ لا، شو نحيفة؟ عليها الصحة يخذ العين حولها تعرفي؟ كلها السنين اللي قضيتها وأنا جوها بابا، كنت أحلم كنت أحلم كيف بدي أعوض لكم هالأيام اللي راحل؟ ليس بإيدة بابا، كانت ناوية تستناك لآخر الأمر بس إخوالي بارف، أكيد ما كان في بإيدة حل سلام؟ نعم بابا بابا، بدي أكي ما تخجلي مني يعني أنت إليلي شو أعمل حتى تصيري مبسوطة؟ بابا أنا هي كتير مبسوطة بس تسأل لي هيك أسئلة ما بكون مبسوطة؟ لك بابا ما عم تفهمي عليها لك أنا الدنيا تغيرت عليها كتير بدي أكي أنت تقليلي شو أعمل؟ حاضر، إذا بدك يعني يكون مبسوطة لتظل قاعد بالبيل كل يوم المساء بنطلع ونتمشى، بنشم هواء ونشوف الناس حبيدك يبدو أنه أنا تعودت على الحيطان ما أني طول الوقت وأنا جوك كتعم فكر أنه باتا ما طلعت بدي أهد كل الحيطان لك، ما بدي أخلي ولا حيات سلام، وميروحي معي على المشوار لوين؟ في واحد كنت حابب أعمل معه صداقة قبل ما يصير الشي اللي صار، الرجل محترم كتير يعني أنا بيحترمه وهو بيحترمي وأنا لازم روح معاك؟ ما أنا بدي روح المشوار خصيصاً اللي هتعرفك علي يلا روح يجازي علي يا الله يا الله مرحبا أستاذ جميل أهلاً مين؟ شبك أستاذ جميل؟ ما عرفتني؟ عرفتك مين؟ شبناء أستاذ جميل؟ طالب شو نسيتني؟ ايه عرفتك طالب طالب متغير يا رجل يعني أنت مالعك متغير؟ أهلين أنا جيت لحتى أتشكرك من شغل مصاري يعني طولت عليك كتير، بس بتعرف مو بيدي؟ فوت، فوت يا عم، إنها عرفتك تحرك آقا المساهل، تفضلو، 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 تفضلو تفضل، تفضلو هاي بابا دوال عملي لنا قهوة مستعجلين شيء ولا بتلحق وتشربوا قهوة لا ما عليش ما عليش مستعجلين شوي بشيرك بلا قهوة ما عليش خيرها بغيرها مرة تانية ان شاء الله شرفتها بساس طالب عيدوها كتر خيرك وكيد رح نعيدها بابا ليش يعمل معك هيك ما معرف شو عملت شو عملت الله لا يعطيني العافي على الشغل شو عملت شو عملت جميل الرجال فين جوبال عتبة ومقتله تهضل يا عيما شو معلي يا عيما شو معلي هي أول مرة بحياتي بس اقب الانسان ببيتي بها الشكل موسيقى متل ما حسبتها حاطينه اتنين يرقبوه وو واحد اليوم المساء بنزل اسمنا عندن تاني مرة اذا واحد ما بتعرفوه منيح لدينا انا شو عرفني شو كان يعطوني علم مين بيقشو ومين ما بيقشو من غير ما يعطوك علم انتي قلت لحالك انه لسانه طويل كان لازم تعرف من غير ما يعطوك علم انا كنت مفكره طويل لسان لانه بدعوم قلت منضرب الصحبة معه ومنستفيد مالي حاسب احساب انه هو عبي يحكي عن جد جميل هلأ ارتحت من جهته ارتحت بس بعد هالتقليع اللي اكله بي حياته ما بقى بيجع لهون بس بس حاسس انه كرامتي انطاجت حاسس انه انه صغير جميل كان لازم بالاول تسقيه في نجان اكوية بعدين تفاهمه وبالاخاص انه ابنته معه ايه هو كمان الله يشامحه يدق تنيفون قبل ما يجي من بعد ما فتحت الباب انصدمت بطلت اعرف احكي بلاك هو كان لازم يقدر احكي 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 و الله لو بعرف عنوانه كنت رحت لعنده بس ما بعرف ايش لون بطبك تعرف اذا بتخاف تسال بالديوان تقوم بتنشميس بتخاف تتصل يطلع تليفونه مراقب لا مراقب ولا شي بس مروان واسواس ايو انت ليش ما اتصلت لأني جبان كنت لازم اتصل وما اسأل على حدا هلا بدي اتصل عماد عماد طبكي مثل ما حكى مروان وطلع تليفونه مراقب عن جد بكرة بروح عالشغل إذا ما إجا بحكي معه تليفون وما بقول اسمي بحكي هو على اسمك افهمنا بقى ميساء افهمنا اشوف هي اذا الواحد رفع التليفون واتصل برفيقه يتطمن عليه اشو خربت الدمية انا عم باطيك كافة الاحتمالات بدي اتصل فيه بكرة لو شو ما صار يصير اذا كل شغلة الواحد يخاف منها بلها هالحياة كلها شبك جميع سيارة وقفت تحت ونزل مننا حدا هذا جارنا كل يوم بهالوقتي برجع من شغله لك ليش ما سمعته ولا مرة قبل لأنك متل الوقت بتكون عم تشغر شو لي مسارك قال لها معا بقدر لا مالي مرتاح بالي مشغول شو لي شاغل بالك ايه شو شاغل بالي يعني اذا الواحد وقف موقف رجولي بتبهدل واذا غيريك بيحتقر حاله شو يعمل لك بتقدري تقليلي شو يعمل نعم ولا تفكر بها الموضوع اذا راح تضلك تفكر ما راح تقدر تنام لا تفكر والدماغ اللي جوبها شو شغلته لك هذا الدماغ بده يفكر مو قطرة ميز مكدوس هذيك سيارة جارنا وهي لمين بيجوز حاله راجع من سهرته واخد تاكسي تاكسي؟ ايه مشوف شكله للسيارة شو شكله؟ سيارة من اللي ببالي بالك ومي تبيني للغراض متل ما حسبتك جميل لا تعمل لحالك قيمة كتير مين وانت اللي حتى يجو ياخدوك هلا بنصلي اللي وبدون ياك كانوا وبعتوا وراك ببعتوا وراك ما هيك هاي شرفوا ايه ايه لا يكون كلامه صحيح انت صاح ببيت؟ لا مصح وأجره دين سمعت شي صوت عم يتكسر أو حدا طالي على الدراش؟ ما سمعت ولا شرت؟ خير شو صغير؟ الشائل فوقا مسروقة اذا سمعت شي صوت غريب حكي لنا غشوف ايه لو سمعت كنت بلغت وما حدا من اهل البيت سمع؟ لحظة لا اسألك نوال سمعت شي حركة غريبة مو طبيعية بالبناية اليوم؟ لا لا ما سمعت شي ما سمعت؟ ماشي الحال اذا رجعت وتذكرت وتصلوا وخبرونا حاضر يا سيدي الله معكم يا سيدي الله يوفقكم يا سيدي الشرطة في خدمة الشعب يا سيدي يا سيدي جميل؟ لك جميل؟ لك جميل؟ ايه بلاي ما اخدوه؟ البني آدم قلبه اطيع من حياة ما شغلي بيخاف بحياته ما صار سرقة بالبناية اليوم لانه خيط من خيالي صار وصار موسيقى شفت؟ هذا اللي كنت خايف منه لسه ما بيلاحق الواحد يفتع حديث بيبلش متل الرشاش ودغري بيبلش عالدي ما عنده حل وصل؟ ما عنده رمايات تمهيدية مدافع مدافع قلتلك انا اللي بحكي كلامي عن عباس طيب انا شو تخنين؟ شو شايفني ذاتة حالي عليه؟ عماد عم يحاول يتقرب بنا خلاص عماد يتهنى فيه عشرة على عشرة يا ريتا القصة مختصرة عالدخل المخفض لا تبالوها بالفساد لوك صد اذا بدك تعطس بدك تدفع رشوة صار امر مساجن كتير من زمان كانت الرشوة شوية قرش لواحد محتاج لا هلأ صارت امر واقع ولمين ولكن للناس اللي فوق استاذ طاليم وطي صوتك يسطر عرضا مطر قطعك خير بشو؟ هيك ما بيصير شو هو اللي ما بيصير؟ يعني عدم مواخذة هاي الشغلات موجودة بس مولها الدرجة؟ لك قال مولها الدرجة؟ شلوم مولها الدرجة؟ ولك يا سيدي اكتر منها الدرجة بس انتو مشكلتكون انو صرتو ناس مدجهنين نحنا كنا جوا عنا مناع وطي صوتك فضحتنا وطي صوتك يعني حتى لو في هيك بس نحنا جو دخلنا فخار يكسر بعضو لك شلو شو دخلنا؟ هالنهب اللي عم ينتهب على حساب مين؟ مو على حساب هالدرويش لك هالثروات اللي عم تنزرق منكيس مين؟ مو منكيسنا؟ يستر عرضك وطي صوتك إلا أنا كبوسي دار أنا ما بكو بتدخل بالسياسة مو سياسة هاي اقتصاد ولا بالاقتصاد انا اقتصاصي كيميا وما بفهم غير بالكيميا وما بحب غير الكيميا الكيميا وبس عجيب ليش عجيب؟ كل واحد له اهتماماته بالحياة مو على هاي عم بحكي مكان على شو؟ لما كنا جوا كان في حرية أكتر جوا ما حدا بيستطى بيستنوك لحتى تكملك الحديثة انت الحق عليك ماذا حم متل ما انسحبه؟ جيت بندرويه على المطعم ايجا بدا يروح معي قلت أحسن شي بجيبه لهون هون ما حدا سمعان حدا بالمطعم الحكي بيوصل بتشوفيهم عدين عيولهم لقدام وادنيهم وفنشي عجنب أساساً الدش مقلدين فيه ادنين اللي ببالك انسحب أول واحد كنت؟ لسه ما لحعت استوعب فراكوة مروان وعدنان بالهريبة مافي أشطر منهم كالغزال أعمل لك شاي عدنان؟ ما بدي شاي مو جاي على بالي لسه كل شوي بتسألني بس بدي أنا بقلك مرا أخجل منك شبك معصر؟ شو حكينا؟ أنا آسف سعاد ما ليش يتحمليني أعصابي متوترة شوي ليش متوترة؟ حكيلي عم فكر بالشغل شو اللي زعجة؟ ما قلتلك شو اللي زعجني؟ كان مر بحكي لك يعني مو قلت رحتوا على البوفي انت ومروان؟ نعم، بديك كل نهار نقضي بالبوفي يعني طيب لا تحكوا معه؟ اسمعوا يا جماعة لا تحكوا معه واحد قاعد معنا ثمين ساعات بالشغل شلون ما نحكي معه؟ بعدين حتى لو ما حكينا معه هو بدوا يحكي معنا؟ اسكتوا؟ لك المشكلة انه كل شيء يحكيه صحيح فهموا انه مو كل شيء صحيح بينحكا كلها السنين اللي راحت من عمره ما فهمته نحنا هلا بنا نفهمه؟ لا هلا صارت بالعكس يلي ما بيرتشه ولا ما بيسروه صاروا بقولوا لك انه هذا غبي وما بيعرف يدبر راسه هلا انه تدبر راسك هلا انه تدبر راسك انك تقول انه تدبر راسك معناتها لازل تكسر وقع اليوم شو هاي؟ ايجازي بالراتب لمردت أربعة شو يا عيما منوشي وبلش نام بقى انت براتب ما عم تقدر تشمع لئمة الخبز بقى شلو انت قلت بالراتي؟ بدي لاقي شغل بالخطة على الخاص اخو ما رايي انتهي؟ ما عقها يا عمي ما عقها يلي عنده عيلي مثل عيلتك اليوم عشرة واتب ما بيكفوه بده يبطر ياه يروح الخطة على الخاص ياه يبني تشير تشي انت ميكلفك تحكي عني؟ انا راتني مكفيني وزيادة الحكومة الفضلة على راسي عجبه كل ما عجبه شو اللي؟ يجو شو حكينا؟ امشي امشي قدامي على البوفي امشي يلا اسبقني جايك انا راح اقنع انه اغير رأيه اخي كل المشاقع اللي بتنتهي اذا طبقوا خطة مكافحك الفساد هلا فهي انت شو صاير معا هم؟ ما بعرك شو صاير لي ممكن متوتر نفسيا من شو؟ من هذا طالب ليه لنهار عم فكر فيه اخي ما بعرف انت اخل اجازة احسن شي اي طول بالك هلا طول بالك هدا مو حل لا حل لانه اذا صار شي بقولهم كنت اجازة ما حدا بيقرب صوبي هلا طول بالك اربع خمس ايام انت اذا ما تغير الوضع وقت تقدم الاجازة شلوم بتغير؟ انا طالع لعند مدير المخابر وحاكي مركبين انها يلا محل تاني اعطيني اتنين اهوة على راسين لا ممعك حق منوب ابدا ما حدا ما اعتبرك من الشباب غريب هلا ليش لك ام مروان ادايه لما حكيت معه وليش عدنان اخده وراحوا يتفاهمه برا بتزعل من الصراحة شي لك لا يا رجل ايه ما في حدا بالدنيا بحب الصراحة قدي الشباب خايفين من شو خايفين؟ ما بعرف كده يوصلك ياه يعني اخي كيف تك وصلي ياه خلص ديش جدش خايفين ينشمسوا وليش عدنينشمسوا لك انا موظف هون من قبل الدولة من قبل الحكومة ايشو هن ان عم يرتشوا لحتى ينشمسوا هن مو خايفين منك خايفين من لسانك شبه لساني؟ بتكتر حكي فخايفين ينسئلوا يوما ما هلأ انا بتكتر حكي؟ كل الحكي اللي حكيتهم بارة وماعتبر حالك ما بتكتر حكي؟ لك انت ما بتقرى جرائي؟ ده نسيتك اقرى دي هون شوف دي اقرى؟ اقرى شو مكتوب؟ بعرف شو فيها ولك حاكين قد ما بحكي انا بعشر مرات ما في مسؤولية لحكي؟ احكي قد ما بده؟ موسيقى الجراية شكل والبني آدم شكل تاني هلأ بيقولولو نقولو هيك بيقولو هيك كتبو هيك بيكتبو هيك في وعي ومسؤولية مو متل البني آدم العادي هلأ انتو ما بتحكوا متل ما بحكي انا؟ منحكي منحكي بس لما نكون لحالنا ومنحكي اكتر من هيك بكتير بس اذا ما كان في حدا غريب ما؟ ما قلتلك غريب؟ من هون لأسبوع مش الحال مشي ما مشي راح اقدم الإجازة خلص اذا ما نقلوه اقدم الإجازة قوم خلينا نرجع المخبر الله ما هني راجع بيطل هون لنهاية الدوام لك شو على الحكيق؟ شو؟ شايف سكنتو هون؟ ايه احسن ما نسكنوا هنيك وين هني؟ هنيك خلص شو فتح معك شي سيرة هالججاد؟ لا اراح احسن بيرتاح و بيريح يا جماعات وليشك عم تعملوا مع الرجال؟ منحرج كتير من طريقة تعاملكم معو فعمل حاله ومشي وحس حاله غريب خلي هالعواطفين الافلام الهندية نحنا عايشين في واقع والواقع ما بيرحام هو بيعرف واقعنا وبيعرف قديش خايفين لشو بيعكي حاكي بالطعمة؟ بس نحنا بنحكي اكتر من هيك بكتير ايه بس منكون مأمنين انه حدا عم يسمعنا هلا معقولة معقولة طالب يجي بسيري انه نحنا حكينا شي لا يكون مخك اسميك نحنا مو خايفين من طالب بالزات لو كامل شو خايفين؟ دك يا حبيبي اذا سألوا لطالب ما رح يسمعون لحاله رح يسمعونا كل اياتنا بس بالمخبر ما في غير نحنا الاربعة مين بدو يراقبو؟ اربعات؟ يا حبيبي قلبي اذا واحد لحاله ما حكى ولا كلمة بيعرفو شو بدي يحكيه يا كتير عم بتبالغوا عيماد مو لها الدرجة الشغلة والله يا ميساء الواحد معدي يعرف المبالغة من الواقع حسبة انتي اذا هو اللي جنب اسمه نقطة حمرة طالعوه ومو بس طالعوه رجعو على شغله انتو شو بدون فيكون؟ مزبوط مين نحنا حتى يسألوا عنا؟ لا منحلونا منربو بعدين منحكي اللي انتو خايفين منو كل يوم عم ينحكي بالجرايد والتلفزيون والإذاعة من شو خايفين ما بعريف؟ لسا الناس ما تعودين بيخافوا من الخيال إدنيون تعارفي شو ناوي أعمال؟ شو؟ لحروح لعندو اشرف فنجان قهوة ويعزمه بكرة على العشاء شو رأيك؟ متل ما بدك ابن عمي؟ ميسا؟ حبيبي حطلك الغداء حبيبي ابن عمي؟ نا ابن حبيبي حط يلا يا لطيف وين كنا وين صرنا؟ جميل شوفري؟ العالم تغيرت مئة وثمانين درجة عن شو عم تحكي؟ ميسا تعني يقري هالقصة الموجودة هون بالكتاب سبعة سبعة و أربعين ناوه خزيت العين حولك ايه أنا لما كنت شوفه منيح ما كنت ارى حتي أرى هلله حكي يا حكي إذا واحد قتلك ابنك شو بتعملي فيه إذا واعي بين أيديكي؟ ايه ما يديش شو اللعه ويش اهميت شافت ايه هذا المكتوب هون بالقصة هون؟ التجأ لعندو نفس الشخص اللي قتلو ابنه قتلو؟ بالعكس قامله غدا طعماء وما خلاه يعرف انه القتيل ابنه ليش لانه دخل جوات عكبة بيته يا لطيف ما قاسه قلبه هاي مو قاسه قلب هاي بالعكس هاي نخوي العالم كانت غير شكل مو متهلا هلا اذا الواحد ايجا ضيب بيخاف يكون مو متغدي لك المشكلة مو بالغدا شو مفهمتي المغزا شو المغزا المشكلة باغاثة الملهوف هلا ما حدا لحده وعلى قولة فلمون وهبي الله يرحمه خربت عمرت وحادت عن ظهري بسيطة ايه هلا ما في هاي الشغلات لك اه اوقيت بحس انه ولدت بزمن غير زمني طالع مثل العين المقلوعة بين الناس دخلا وبشور تختلف عنه بيغاثة الملهوف طول عمري ما في انسان قصدني وقتله لا لك طول عمري كبير هيك ربانا ابي الله يرحمه كان يقول يا ابني اذا فات شخص على بيتك صار اماني ايه الله يرحمه أهلا موجود هين هون مرحبا اهلا كم السادس طالب موجود هون اي موجود تفضل أهلاً يا أهلاً لكن لا أعرف إذا سيأتي وللا. بابا عملينا أهوة بسرعة. هذه الخريطة تبع البيت تبعي. ماذا رأيك تنتظرني عن نقطة علام؟ وبالمرأة بتوصلني أنت على البيت؟ لا لا، لا يوجد داعي لنقطة علام. يجوز تساعد المرأة بشغل البيت، على كل حال بيت ما يضيع احدها. فيه سيدلية اسمها سيدلية لحياة بنايتي مواجهة تماما. أخي، مو مشكلة. هلا إذا ضوعها، ستسأل أي دكاقّا. لا، لا لا، ما فيه داعي تسأل. المدخل مواجهة سيدلية تماما. عم قل لك إذا ضيّعها؟ ما بتضيّع. عم قل لك مواجهة سيدلية تماما، أول ما تفوق، بتلاقي اسمي مكتوب على الباب طيب مجنون انت مجنون بدك تروح حالك بخبر كان لا بروح حالي بخبر كان ولا هم يعزنون بكرة بتشوف انت اللي راح تشوف بكرة مو مروان ما شو الشغلة دخيلة بها المناسبة عازمكم لكم كمام مو بس الو يا حبيب قلبي كتر الفخيرك انا مبدي تعزمني ولا شيء متل المعزوم على جناستو بدك تعلق اعلاء لحالك مو ضروي تعلقنا معك ايلي هيا مروان؟ ايليك نعم بسيطة ايه بلمشرمح هي المالي شايف شيء بستاهل كلها التضحية هاي انا بحييك على مشارك النبيلة بس ما بدرجاريك لا تأخذني ايلي هاي؟ ايه إلك هاي ايه بسيطة انا رايح وصل شوية غراض عالبيت وراجب بتكون شيء؟ لا لا يا عيب الشوم عليكم شايف لك عماد انا راح يورد حاله ويورد طمعه لا بيورد نور شيء ايه ايه أيني انا من بكره على عطي فرح تكون رسمية مساة ولاد هذا ما بيفهم يعني هو افكر بانه هيك شغلة ممكن تعمل لبطولة خارقة وممكن تخله صوار خير ليه صوار خير؟ شو عماد الثماجة راح وراجع بنتي عاملي قادت و واثرت علي انه لازم زملائي بالشغل ياكلوا انا الحبي دوقوا فغلاء أنا أريدك تعذرني وأستغسط عليه لأنه لا يسكري إن شاء الله معافق بضل أستاذ مروان شكراً كثيراً المعجلات تعمل معي تشنج كولون يعني محمي عن الله يخليك ما بقدر نهائياً بس كون شافة صغيرة ما رح تعمل معاً قام واحد بيعمل معي نفخه ويمكن عن ريحة بلا شك موسيقى يا أهلاً وسهلاً شرفتم يا أهلاً وسهلاً فيكي يلا كلي ما باك البياح يلي جنب المدخل وأنت داخل على البناي شافك شي وانت فايت لعندي والله ما بتذكر ليش ها لا بس لأنه غليظ بيتغالص دائماً ايه ما حدا تغالص عليه بوش المدخل انت فايت في باب على يدك اليمين كان مفتوح ولا مسكر ما انتبهت ليش ها لا لا ما في شي ما في شي جارنا هدا كل ما يشوف واحد جايل عندي بيتغالص عليه وبيفتح معه تحقيق لا ما هدا عمل معي تحقيق بعدين الباب مالي متذكر اذا كان مفتوح ولا مسكر مفتوح ايجا يتعرف عليك هلا بينزعلنا السهرة لا تفتح له عماد لا تفتح له خلي فكر ما في حدا بالبيض احسن خلي فوت لا راح ينزعلنا السهرة ولا شي بنتعرف عليه لا لا هلا بفوت هدا بيحكي كتير بدوشنا بيصرعنا لك أخي خلي فوت انا ما بده لأ من الحكي اصلا انا مالي القلبي من الصمت بدي حدا يحكي خلي فوت ويحكي شو ما بده يستر عرضك والتي صوتك بس مو حكي فاضي هذا بيحكي حكي فاضي بلاها بلاها خلص اذا بيزعجكم بلا شايف شايف قدي شو خليص بقوله بيطني الجرس مرة واحدة بيشوفنا ما فتحنالو بيحمل حالو بيمشي لا 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 عشرين مرة بيطني الجرس وعلا ساسنا احنا طرشان وما انا سمعانين يا رطيف ما اقل ذو جامي قلت لك خلينا نحكي قبل ما نجي ماكن تقفى قلت منجيهم على حين غربا منعمللون ياها مفاجأة اذا تبصلنا باب ينبسطوا بجايتنا مثل اذا فتحوا الباب ولقونا بوشهم يلا خلينا نمشي لك اخوين نمشي ومعك نسخة من المرتاح ايه ان شاء الله ذا تفوتوا على البيت وهنا مو موجودين شوفي يعني اكا مو حلوة لك ما منطول ما نفوت نشرب لنا شوية طوية منبرقنا ومرتاح شوي ومنمشي شوفيها يعني فضل يالله انا هو اللي افتاهم بناتك ما بعرف جريت يالله معدين لك معدين لك معدين لك هماد في حد عام يحاول يفتح الباب ما عقولي هاد الجارجون لديشو سقي هذا مجارنة الجارنة ما بيحاول يفتح الباب لحانه اذا ما حدا فتح له اللي كمنوا هاد قوم شوف مين تحاير بعرف بعرف من غير ما اشوف يا ريتني اسمعت كلام عدنان ومروان شو كان بدي بها العلاقة هاد ها انتو هون ومع بتفتحوا الباب شو عب تشاروه ها اهلين مرت عمي اهلين عمي اهلين عمي اهلين فوت فوت كنا نفكرين جارنا الغليز هو اللي عم يدق الباب فوتوا فوتوا اه تقبرني عمك اشتاق الكون وعند إلا يعمل لها مفاجأة الظاهر جينا بوقت غير مناسب لا اشوع الحكي بابا امتى ما اجيته احنا بسهل تفضلوا اه لا معلشي معلشي طالب حشي مناسبة منرجع بعدين فوت فوت عمي فوت نمال استاذ طالب بعزك كتير فوت منكسبك استاذ جميل منضرب عصفورين بحجر واحد تفضل ها هاي الاستاذ طالب اللي عندكم ها لا تاخذني استاذ معرفتك نازيان كزلكي بالبيت معلش عمي فوتوا فوتوا عدوا بتتعشوا بتكفوا السهرة معنا فوتوا يلا جميل خلينا نفوت بقى يلا مشربنا فنجان قهوة وبنمشي اصلا احنا جايين برق الطريق انسطل اذا يا سهره مacement 某 تنبحشب علي اي طقة تعلهون فسي مسمي م hassleا مستحق لأن دير الملقوب ومتعش هاي كان الزمان كان لما الواحد يعمل شغلة من هالنوع تصير مضرب بسهل مو مضرب عصايا مثل هلأ الشهامي هلأ بأيامنا نوع من أنواع الحيواني بتبهدي الواحد طول عمره موسيقى يجاك الموت يا تارك الصلاة نعم قوم سيدي قوم لين مدي قوم؟ لعند المدير خير شوفي؟ ما في ريحة الخير سقطت سقوط حرف الألة بعد أداة الجزم بدون يسألوك عنه عن مين؟ عن صديقك الحمين؟ norte السيدي اكتر من الإرد مام سخ Lagop المدير لم اجاب سيرتي؟ مسأل غير عن عماد والطالب بس بدون ما يحكي قلت له ان صفحتك نضيفة مقلت له أن عماد صحبه كتير هو وياه. ما قلشي بيعرفو. مدري مين موصل لهم الحكي انا فكرت انت اللي موصل لهم الحكي. اعوسو بالله. شو مفكرني فساد. عجيب من وين عرفو لك ها. خيو مراقب. ما في غير هيك مراقب. مين مراقبه. ما عم يكون في حداوات عم يصير حكي. يأتونك بألف لبوس ولا بوس. لا تشوفو هيك لأب ممدوح تبع البوفيه. هاد فساد. بجوز يكون هو. بجوز يكون الآزين. بجوز يكون عماد نفسه. عماد؟ اي لا تستغرب. لكان من وين قشته الشجاعة بعد ما كان جبال. شو اصدق? اصدق انه عماد مو عن جد مرافقه. باحتمال يكون مكلف. وليش لحتى يكلفوا له. لو كانوا بدون يكلفوا حدا منا كانوا بعتور الكل. لانه المدى المجدي تبعه اكبر. نحنا رح نطلع تقاعد. هو اللي سبكر عليه. لا لا ما بتصور. لو وصار شي من هالشيك اننا حسينا. كانت تصرفاته تغيرت. اي شو عرفك انه ما يكون مكلف من ابن ما يتوظفون? معك حل. هاد احتمال وارد. بعتوا طالب لعنه لحتى يضل تحت انظاره. يا لطيف شو كاهنين. حكينا كتير شغلات قدامه. لا لا لا. لو كان هاي كانوا بعتوا ورانا وسألونا. وليش لحتى يسألونا? اذا عم يعرفوا كل شي من غير ما يسألو. عماد طول عمره كريم. نحنا هيك ربينا. شو فيها اذا عمل عشا لرفيقه. لا زكية. الا الرجال عم بيحكي عن الكرم والبخان. ليش شو المشكلة؟ هادا اللي ابنك عازمه على العشا احتمال يكون بلوي لابنك. مو لابنك بس. قلنا كلياتنا. ليش شو عامل؟ ما هولي المشكلة يا امرأون. ما بنعرف شو عامل. لو بنعرف شو عامل. كنا عرفنا نتصرر. اذا شغلته تقيلة. كلياتنا راح نعلق بالسين والجيم. مو بس عماد ياللي راح ياكل هوا. انا من رأيي تروحوا تحكوا معه. لانه ما بسمع كلمتي. مدري ديش. اليوم المسى بروح بزف وبهدل تسوح حياته. ما بيصير حطنا نحنا كلياتنا تحت الخطر. مش عن حضرته يعمل حادم طيد. مائل حالي. أصيبت sabotها. مائل حالي حالي. وأنا قتلك estabachaft بلعف eggو. شو بكون يا جماعة ما سألتوني شو بده منك المدير نحنا ما دخلنا لا محل لنا من الاعراب شو في بينك وبين المدير ما خصنا بيعرف كل شي بيعرف كل شي يا رجول من وقت ما فتحنا الحديث تتذكروا لما هربتوا واحد وراء الثاني على البوفي وصفينا أنا ويا لحالنا بيعرف 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 اني رحت عنده عالبيت واني عزمته عالعشا وبيعرف انه اجل هون ومعه لقابته اللي بساويته بنته وانه ضيفكن ومقبلته عزيمته ومن وين بيعرفو ما باعرف وشو بده منك المدير كمان ما باعرف سألني شي ميت سؤال وبعدين حلقلي قال لي يلا معا يستر على حريماتكم يا جماعة اللي عندكم طلب طلب شو اذا سألوكم عملوا حالكم ما بتعرفوا شي وقوعكم تقولوا انه أنا اللي بادرت عمل معه علاقة لوك ما بتقولوا بيعرفوا كل شي برك يفكروني عملت ستار ما بيعرفوا كل التفاصيل بيعرفوا رؤوس الاقلام بس مش عن هيك ما حقل له انه هو طلب مني عزمه هذا اذا ما كان قربي كل شي هلا شو اصدق اصدق انه يكون بالتحقيق هلا لكن ليش كل الاهتمام فيه اليوم بالوقت اللي ما اجا فيه على الشغل اه انتو عم تضخموا الامور عمي معقولة يتهموا واحد لانه عزمر فيقه على عشا لك انتي مو سألي على جوزي بدل ما تفهمي عم تحكيها لحكي امرأ اوف لا تدخلي انتي انا عم بحكي مع ميساء خليني فهمها عم اسمعك عمو تفضل عمو هذا الزلم ايه بجوز يكون ما في منه بجوز يكون احسن مننا كل ياتنا بس في جنب اسمه نقطة حمراء خلاص بس الله يسعدو ويبعدو ما منتمنالو الا كل خير بس ما نتقزى منو طيب شو المطلوب المطلوب هلأ بس يجي عماد مو تدافي عنو اتوقفي معنا ضدو حاضر ما بصير الا متل ما بدك يا عمي يا حبيبي شو في شي بضحي هلأ معقولة معقولة عملت كل هذا الشي واجيت لعندي وانت متخفي بس لأن المدير سأله من وين بيعرف كل هالشي لو ما كانوا مراقبينك لو ما كانوا مراقبينك ما كان عارف وبالوقان اللي حاكيتله ليش رحت لعندو لقدمله طلب نقل على المخبر المركزي فسألني عن مبررات النقل قلتله انو انا بالمخبر المركزي بيعملوني معاملة غير المعاملة اللي انتو بتعملوني اهو غلطت غلطت يا طالي ما كان لازم تحكي مع المدير هيك من الاول ما كان لازم تحكي وليش بقى المدير موصر ووصنا إلنا ما ناخده نعطي معك إلا أن المدير كان خايف بنت الكون يعني مو موصر وليش لا حتى يتوصر لك شبك أنا مالي عامل شي أنا الشغلاتي اللي قلتها من قبل وانحبست مشانة صارت هلأ إنجازات وموصين الجراد إنو يحكوا عنا ويمكن تصير بعد شوي بطولات وشو بيعرفت يمكن تصير أقوال بفهم منك إنو هلأ ما في عليك شي ولك لا هلأ ولا قبل يعني فوق ما المدير عمل معك تحقيق بيا الخصوص بتقوم تروح لعندو عالبيت يابي رح تشوف ليش ما إجع الشغل غلي قلبي عليه نقطع قلبي خفت يكونوا مراجعينوا محل ما كان حرام الرجال مو مستاهل لك أنا أغبة من هيك بني آدم ما شفت وليش بقى طالما قاقدينوا معناتها مراقبين البيت عم يراقبوا مين بيفوت مين بيطلع مين بيروح مين بيمرق مين بيستفسر بيدققوا بيمحصوا لك ابني بعد العمر صارت عنا خبرة بهالأمور يابي ما طلعت إلا لتأكدت إنه بالبيت وإنه ما في حدا عم يراقبني زكي طالع لأمك لك ابني أسليب لمرأة بتغيري من زمان كنا نشوف واحد مجعوس على الحيط حامل جريدة لابس برنيطة وطرنش كوت ونظارات سود هاي الطريقة انفضحت من الأفلام العربية بعدين غيروا صارت كشك تاكسي واقفة زبال مثلا عامل قمامة بعدين إجت الأسليب التكنولوجية ما عاد في داعي لكل الشي الله يستر هلأ ما يكونوا عما يسمعونا ونحنا عم نحكي بقى الله يرضى عليك لك ابني الله يرضى عليك ما بدنا لا بتروح لعنده ولا بيجي لعنا خلاص يا عبي خلاص ولا همه لك إذا أخدوك تعرف شو بده يصير فينا أنا وأبوك ما بتتذكر أم ماهر وأبو ماهر شو صار فيهم واحد انجلط والتاني انفلاش شو بكن يا جماعة ليش خايفين ما حدا عم بياخد حدا الدنيا بألف خير يعني ما في فايدة بصراحة ماني شايف أي مبرر هالخوف ليش قالكم مقطوع ما كنت عارف جي لكون مو مجرب شو مرأ على راسنا المشنوق بيخاف من المرسة والمثل بيقلك سأل مجرب ولا تسأل حكيم لك انتو شو شفتوا بها الدنيا ما شفتوا شي؟ ماشي طمنوا خلاص متل ما بدكم بصير بعدين احنا بزمن ديمقراطية ولو؟ أيوة موجود تكراما تقريبين بصير تقريبين بصير ايوة موجودة موجود تكراما ايوة موجود تكراما لا أعجب أن يمر. حاضر. الله يسلمك. باركولي. وعلى شو؟ صرت مديرة عام للمخابر. إن شاء الله ألف مبروك. شو اللي عم بيصير؟ وين الخلط؟ يا ترى دلي عم بيصير غلط. ولا اللي كان هو الغلط. زروا ميفة عندي يا شباب. مي؟ أبو الكرام. أبو الكرام؟ ليش طلع من الحبس؟ من مباري. امشي مروع روح نسلم عليك. امشي امشي. لا 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 لا. من هو هذا؟ أبو الكرام؟ أمين الصندوق السابق؟ وشو كان عامل حتى حطينا بسجن؟ فهمة اختلاص. نوال؟ نوال؟ ايه جميل؟ أنا هون. مرحبا. أهلي. شو شايف ذك مبتسم؟ كنت رح في إصعاف ما تضحك لو كنت معنا. خير شو اللي يضحكه؟ أبو زياد. أبو زياد اللي بأول الحارة عرفتيه؟ ايه ايه شو بو؟ أنا كنت مفكره متعجرف و لاقيم لأنه ما بيحكي مع حدا. بنوع المسكين ومعتر ما بيحكي مع حدا لأنه ما بيعرف يحكيه. لا هده اللي ما عرف شو اللي يضحكه؟ شفت بالقهوة وعدت معه وبلشت أخرطله حتى ما يشوف حاله علي. وشو بلشت أخرطله؟ بلشت أخكيله عن صداقتي مع وزير الزراعة. شفته فنجر عيونه ومتحكيت له عن صداقتي مع وزير مالية. لقيته صدق. قلت يا ولد صارت وصارت. نفتت على وزير التعليم العالي. وصدق عن جال؟ لكن يا شعب أضحك. وشوي تانية كانت يوقف باستعداد قدامي. أومي 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 لنروح عن ميساق. جامي صار الوقت متأخر. هلا بنروح عن ميساق. الساعة تسعة ورفع. أومي خلينا نحكي لهم القصة بشان يضحكو لهم شوي. ما في شيء بتضحك بها لحكي. تعرف بكرة إذا حكى للعالم شو رح يقلوله؟ شو رح يقلوله يعني؟ طبعا بابا أنت كبير القدر. لسو رح يقولوا عنك كذا. ما رح يقولوا هالشي. رح يقولوا عم يضحك عني. لماذا ما قلت له أنك رفيق كوفي عنان الفرد مرة؟ ما بنت تخنى؟ أنا أصلا حكيت معه هيك. مشاه فهمه وأنه هو مو أحسن مني. لو عارفانه ضربش كل هالأب ما كنت حكيت. جميل خليها نقوم بلشت هنا عوسي. يا أبا عباد لا تحكي للشباب أنا بحكي لليها. اتطمّن عمي من هون لبكرة بكون نسيت القصة كلها. يا الله عنيزي لكم. يا الله عنيزي لكم. أصبحوا على خير. الله معكم.